المزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من عمان أحمد عزام المحلل المالي الأول في مجموعة أكوتي أحمد أهلا وسهلا بك دعنا نبدأ من تقرير الوظائف الجزء الوحيد الذي من الممكن أن نعتبره نموا في سوق العمل هو فقط نمو الوظائف غير الزراعية بالطبع قراءة شهر فبراير بأكثر من المتوقع لكن تم تعديل قراءة الوظائف غير الزراعية لشهر يناير نحو الانخفاض أيضا شهدنا تراجع أكبر من المتوقع بنسب نمو الأجهور الويدج كروث وارتفع معدل بطالة إلى أعلى مستويات في عامين هل هذه إشارات على أن سوق العمل بدأ يطباطأ؟ صباح الخير نوفي شكرا للإصدافة نعم كما ذكرت بالنسبة للمعطيات لبيانات الوظائف الأمريكية قد تكون هي حقيبة مختلطة بالنسبة للبيانات بين السلبية وإيجابية إضافة 200 ألف وظيفة أعتقد أن نمو الوظائف لا يزال جيد بكل تأكيد التعديل الأخير بالنسبة للقراءة السابقة يعتبر سلبي لكن عندما ننظر إلى المعطيات بشكل عام البطالة تسجلت اتفاعات إلى 3.9% بينما بيانات الأجور المهمة جدا لمعرفة تحركات أو تضخم في الفترة القادمة أعطتنا قراءة قد تكون ناعمة بعض الشيء انخفاض بعشر بالمية قد تكون هي ما يحتاج الفيدرالي الأمريكي في الفترة القادمة أو على الأقل ما يحتاجه متوقعين خفض أسعار الفائدة بأن هناك إمكانية لطباط الأجور في الفترة القادمة بشكل أكبر المعطيات بشكل عام قد تكون مختلطة بين السلبية وإيجابية مما قد يعطي بعض الحذر عدم اليقين ما ذكره جيران قول في الفترة الماضية قد يحتاج أثقة بالنسبة للبيانات الاقتصادية القادمة قد يحتاج أيضا في الفترة القادمة أثقة مهمة جدا لذلك قد يتجه الفيدرالي الأمريكي إلى الوقت متابعة البيانات الاقتصادية القادمة يوم الثلاثة عندنا بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية لو جاءت كما هي متوقعة كالسابقة 3.1% قد لين يكون هنا تغيير على حدة تحركات الفيدرالي الأمريكي هل يترجم انخفاض معدل نمو الوظائف إلى انخفاض متوقع في معدلات التضخم؟ أعتقد نوف بالنسبة لبيانات الوظائف في شكل عام هو هو مؤشر بطيء بعض الشيء قد يكون ينعكس على الفوائد المرتفعة بعد فترة زمنية لذلك لا نستطيع الحكم على بيانات الوظائف لوحدة لتوجه الفيدرالي الأمريكي هي تعطي المشاعر بالنسبة للأسواق تغير المشاعر تغيير توجهات الأسواق لكن لن تكون بشكل عام هي مغير أساسي لكن عندما ننظر لها أعلم أعتقد نوف هي حتى الآن جيدة فوق 200 ألف وظيفة قراءات لحتى الآن تعتبر ممتازة بالنسبة لسوق العمل بالنسبة لولايات المتحدة الأمريكية لا أعتقد أن الفيدرالي الأمريكي سوف يأخذ الرقم بالنسبة لبيانات الوظائف لتغيير توجهاته في الفترة القادمة نبرة أعضاء الفيدرالي الأمريكي غالبا ما كانت تتجه إلى أرقام التضخم البحث عن أرقام التضخم والبحث عن طواطئه لذلك بناء على الأرقام الأخيرة أعتقد أن الفيدرالي الأمريكي قد يحتاج الوقت خاصة مع النمو الاقتصادي 3.2% في القراءة الأخيرة تعطي الفيدرالي الأمريكي بعض الوقت بعض الرياحية لمتابعة سياسة النقدية وتأثير تجديد السياسة النقدية قد يكون كلمة السر في الفترة القادمة نوف في الاجتماع القادم الميزانية العمومية عندما نجد الميزانية العمومية وتخفيض مشتريات السندات في الولايات المتحدة الأمريكية هي بحد ذاتها تجديد للسياسة النقدية لا أعتقد أن الفيدرالي الأمريكي سيتجه للتخفيض الميزانية العمومية بشكل أقوة قد يكون هناك إضاحات كما ذكر جرام قول في اجتماع شهر 3 بشكل أكبر حول ما قد يتجه في المستقبل من نسبة الميزانية العموية لكن هي أداة قد يستخدمها الفدرال الأمريكي للتجديد أو موازنة حتى تجديد السياسة النقدية في الفترة القادمة لو تم تخفيض الفائدة الأمريكية في شهر ستة قد يتجه لتجديد السياسة النقدية بالميزانية العموية وهنا أقصد بزيادة مبيعات السندات الأمريكية طيب البنك المركزي الأوروبي الأي سي بي من ناحية أخرى يقاوم إعطاء السوق أي إشارة حول كيف سيمضي قدما بشأن أسعار الفائدة لكن إذا ما نظرنا إلى المراجعة الهبوطية لمعدلات التضخم في منطقة اليورو لهذا العام من 2.7% إلى 2.3% كيف نترجم هذه المراجعة على سياسة الأي سي بي النقدية وأيضا ما تأثير ذلك على اليورو؟ يمكن نوفق بالنسبة للقراءات الأخيرة بالنسبة للتضخم يمكن أفضل التوقعات في العام الماضي لم تكن تتوقع أن يكون من خفاضات بالنسبة للتضخم في العام الأخيرة حتى إيطاليا كنت ألاحظ التضخم فيها 0.75% يعني أقام حتى الآن تعتبر جيد جدا التضخم بشكل عام يعتبر في البنك أوروبا يعتبر حتى الآن لن أقول إنجزة المهمة لكن المهمة اقتربت من الإنجاز بالنسبة لأوروبا خاصة مع تواترات الجي سياسية في الفترة الأخيرة وارتفاعات الأسعار هناك موازنة بشكل جيد جدا عندما ننظر إلى الفائدة 4.5% عندما يتم طرح 2.6% بالنسبة للتضخم في 1.9% لا تزال السياسة النقدية غير تجديدية بشكل قوي جدا بالنسبة لأوروبا لذلك إنعكاس على النمو الاقتصادي بالرغم من أن القراءات الأخيرة مصطحة 0% هو ما قد يدفع بنك أوروبا لتغيير السياسة النقدية ليس فقط التضخم وانخفاضاته لا بل النمو الاقتصادي المخاوف من دول مرحلة الركود لذلك نبرة أعضاء بنك أوروبا قد تغيرت بعض الشيء لن أقول هناك نبرة حمائمية بل هناك نبرة حيادية بعض الشيء عندما ننظر إلى تغيير النبرة هناك بعض الاعترافات بأن إمكانية تخفيض أسعار الفائدة بات وارد بات على طاولة بنك أوروبا يعني نستطيع أن نقول أن لاغوريد فتحت الباب أمام خفض لأسعار الفائدة في الشماع شهر يونيو 100% أعتقد أنه شهر 6 إلى شهر 7 ماكسيمم قد يكون هناك تحرك بالنسبة لبنك أوروبا لتخفيض أسعار الفائدة المعطيات بشكل عام لن يكون هناك انتصار للتضخط لكن هناك مخاوف لإمكانية دخول النمو بالدائرة السلبية لذلك تخفيض أسعار الفائدة قد يكون وارد نبرة حتى بنك أوروبا قد تغيرت بعض الشيء لذلك قد يكون هناك تمهين في الفترة القادمة بشكل أكبر انعكاساته على اليورو على ما أعتقد قد يكون هناك بعض التداولات العرضية بالنسبة لي اليورو كما نشهد لغالبية منتجات التداول في الفترة الأخيرة نظرا لحالة عدم اليقين لكن الأداء السلبي بالنسبة لي اليورو قد يكون وارد في الفترة القادمة قد نتجه إلى مستويات دولار سبعة سنت دولار ستة سنت في الفترة القادمة من ناحية أخرى ذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية منذ يوم الثلاثة وبالطبع أيضا البيتكوين كان سجل أرقام قياسية الأسبوع الماضي الذهب يعني بدوره يعتبر وسيلة التحوط ضد التضخم ضد أسعار الفائدة السلبية والاضطرابات الجيوسياسية أكيد ولكن في المقابل البيتكوين تعتبر يمكن أن نعتبرها يعني من فئات الأصول المضاربة أليس من المفترض أن تكون العلاقة عكسية يعني كيف نستطيع أن نبرر أن كلاهما الذهب والبيتكوين عند مستويات قياسية يمكن تطبق الأخيرة كل ما يلمع ذهب وبتكوين في الفترة الأخيرة يمكن نقطة العامل المشترك بالنسبة للذهب والبيتكوين في هذه الفترة اللي هي الطلب الطلب العالي البنوك المركزية اتجهت لشراءات الذهب صندوق الاستثمار المتداولة مع طرحة كانت قد سجلت ارتفاعات في الطلب التبني المؤسسي بالنسبة للبيتكوين كان واضح في الفترة الأخيرة حتى الطلب عليه أكثر من حتى التعديم في الفترة الماضية فبالتالي قد يعطينا إشارات بأن الطلب العالي بالنسبة للذهب من ناحية والبيتكوين من ناحية أخرى قد دفع الاستثمارات أو دفع الشراءات من ناحية أخرى أسعار الفائدة قد تكون هي مؤثر بشكل كبير على الذهب والبيتكوين لتخارج الاستثمارات من السندات واتجاهاتها لشراءات في استثمارات أخرى الذهب والبيتكوين على طليعتها قد تكون عام 2024 نفط بشكل عام على المدى الطويل قد تكون استفادة بشكل أكبر بالنسبة للذهب من ناحية والبيتكوين من ناحية أخرى تحديدا البيتكوين في شهر أربعا أن البيتكوين هالدين أو تنصيف مكافأة الأرباح للمعدنين قد تعني بأن إمكانية العرض قد ينخفض إلى النصف بالمقابل الطلب العالي من صندوق الاستثمار هو قوي جدا فقد يعطي الطلب بشكل أكبر على البيتكوين خاصة عندما نظر إلى التكاليف تكاليف البيتكوين كانت ما تقارب العشرين ألف في الفترة الماضية عندما ننظر إلى التنصيف قد يعني أن مستويات الأربعين ألف قد تكون هي دعم قوي بالنسبة للبيتكوين في الفترة القادمة لذلك ريكورد جديد أو إيجادات لأسعار أعلى في الفترة القادمة بالنسبة للبيتكوين والذهب واردة جدا مع المؤطيات الحالية أحمد كنا تحدثنا قبل قليل في نشرة أن اليابان استطاعت أن تتجنب الدخول في ركود التقديرات كانت تشير إلى انكماش بواقع 0.4% استطاعت أن تسجل نمو بنفس هذه النسبة هل في جابان بنك اليابان سيتخلص من السياسة النقدية التيسرية ويتجه إلى رفع أسعار الفائدة؟ أميل إلى ذلك نوف بشدة في الفترة الأخيرة يمكن كان العائق الوحيد بالنسبة لي اليابان وتغيير سياسة هو الدخول إلى مرحلة الركود التقني في الفترة الأخيرة تعديل الأرقام كما باتت في الاقتصادات الأخيرة بدأنا نلحظ تعديلات القراءات التعديل الذي حصل اليوم هو الخروج من مرحلة الركود التقني أو أن لا يكون هناك أصلا ركود تقني بالنسبة لي اقتصاد اليابان يعطينا دافع بأن إمكانية تغيير السياسة النقدية في الفترة القادمة بالنسبة لي اليابان والتخارجهم من الفائدة السلبية الإيجابية قد يكون وارد في شهر أربعة في اجتماع شهر أربعة بالنسبة لبنك اليابان خاصة بأنه اليمن الياباني كان قد سجل ارتفاعات إلى مستويات 153 اليوم على مستويات ما يقارب 148-149 بالنسبة لليمن الياباني مقابل الدولار الأمريكي فقد يكون هناك ليس فقط توجهات تغيير السياسة النقدية والمحافظة على الاقتصاد لا بل هناك إمكانية للدعم حتى اليمن الياباني بالنسبة لبنك اليابان لذلك التخارج قد يعتقد أنه وارد بالنسبة لبنك اليابان خاصة بأن الأجور مرتفعة حتى الآن في بنك اليابان مما قد يعطي بأنه إمكانية ترقام التضخم قد تسجل بعض الاتفاعات في الفترة القادمة وهذا ما يخشاه وغم قد يعطي إشارات بالنسبة لبنك اليابان بأن التضخم هو تضخم محلي في اليابان في اقتصاد اليابان لذلك التخارج على ما أعتقد قريب بالنسبة لبنك اليابان خاصة مع تخارجهم أو حتى مع تغييرهم منحنا عوائد السندات فالأداء الوحيدة أو الوسيلة الوحيدة بالنسبة لبنك اليابان ليس فقط التصريحات وتغيير النظرة لأن قد شهدناها في الفترة الأخيرة لا بل هي تغيير السياسة النقدية أود أن ننوه هنا نوقع بأن تغيير السياسة النقدية بالنسبة لبنك اليابان أو تجديد السياسة النقدية وعمليات رفع أسعار الفائدة لن يكون بالقوة التي حصلت في الاقتصادات العالمية قد يكون هناك توجه لتغيير السياسة النقدية قروجهم إلى منطقة الصفر ثم التخارج إلى 10% فلذلك لن يكون هناك تخارج بشكل كبير بالنسبة لبنك اليابان خاصة مع إمكانية ارتفاعات الأسهم في التقرأ الماضي أو مع ارتفاعاتها حتى وتغيير بعض القواعد بالنسبة لليابان خاصة هنا حكمة الشركات قد يعطي إمكانية ارتفاعات للأسهم اليابانية في الفترة القادمة لذلك التغيير على ما أعتقد بالنسبة للسياسة النقدية قد يكون وارد بالنسبة لبنك اليابان وقد يكون هناك تسجيل ارتفاعات لأليام الياباني خاصة مع انحراف السياسة النقدية بين البنوك في الفترة القادمة أحمد عزام المحلل المالي الأول في مجموعة أكويتسي كنت معنا من عمان شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر